إلينا عبر البث المباشر دكتور أحمد رفيق عوض المقتص بالشأن الإسرائيلي من مدينة رامالة أهلا بك سيدي في البداية في استقرائك لهذه الحملة الإسرائيلية في الاعتقالات التي طالت العشرات في الضفة الغربية لماذا في هذا التوقيت بالتحديد؟ هذا نهج دائم أن تقوم من الكوات الاحتلال بكسر إرادة هذا الشعب الآن التوقيت له علاقة بحركة جماهرية كبيرة وهي حركة قائدة وتحمل المنجز الفلسطيني وتريد أن تستمر فيه هذا الوقت له علاقة بتنظيم المظاهرات في الأغوار وفي القدس وهم نقطتان أساسيتان فيما يسمى بصفقة القرن وبالتالي إسرائيل تريد أن تضرب البنية التحتية والتنظيمية والشعبية للشعب الفلسطيني حتى تكسر إرادة هذا الشعب وتكسر مخططاته لتنظيم هذه المظاهرات الشعبية وتجيش وتحشيد الجمهور الفلسطيني من أجل القول لكل العالم أن الفلسطينيون هنا وفي كل أرسقاء العالم يرفضون هذه الصفقة المذلة والاستسلامية هل من الممكن أن نفهم أن ذلك يعتبر ورقة ضغط تستعملها إسرائيل ضد حركة التحرير الوطني الفلسطيني؟ ليس فقط ورقة ضغط حقيقة المسألة أكبر من مسألة ضغط إسرائيل الآن لا تريد شراكة ولا تريد تسوية ولا تريد حتى استقرار إسرائيل تريد أن تستغل الإدارة الحالية الأمريكية الحالية المتطرفة والمتصاهنة وتسمي حالة مسيحية إنجيلية وكذلك تريد أن تستغل أيضا موجة الشعبوية والتحريض والتعصب والكراهية وتريد أن تستغل أنها في الخدك الأول لمحاربة ما يسمى بالإرهاب وتريد أن تضرب أسس أي تسوية سابقة أو لاحقة مع الفلسطينيين لم تعد إسرائيل بحاجة للفلسطينيين لأنه عملية موجة التطبيع في بعض الإقليم العربي واضحة جدا وهي لا تحتاج إسرائيل لا تحتاج للفلسطينيين وبالتالي هي تريد أن تفرض شكل إسرائيل المستقبلي يعني ما تفعل الآن هي لكل ذلك مش بس ورقة ضغط على الفلسطينيين لكل هذه الأسباب التي تذكرتها هي تريد أن تحدد شكل إسرائيل المستقبلي وهنا الخطورة واليمين الإسرائيلي المتطرف والأقل تطرفا يعرفان أن ذلك الآن برأيهم أنه ممكن دكتور أحمد هنا لك من يقول أن حملات واسعة من هذا النوع حملات اعتقال واسعة من هذا النوع في الضفة الغربية قد يكون عقابا للسلطة الوطنية الفلسطينية على تصريحاتها ضد صفقة القرن كما تفضلت أنت قبل قليل أيضا هل اليوم تتوقع أن تستعمل إسرائيل مستقبلا في المستقبل القريب أو البعيد أسلحة وأدوات أخرى تحارب فيها السلطة الوطنية الفلسطينية سؤالك جدا مهمة على فكرة أن إسرائيل الآن كما ذكرت لا أريد أن أعيد الكلام أن إسرائيل لم تعد بحاجة لنا أو أيضا أن تريد أن تلسل مستقبلها وجغرافيتها المستقبلية وهي لا تريد الشريك أن يكون السلطة الوطنية الفلسطينية لا تريد الشريك أن يكون حركة فتح هي تريد أن تبحث عن شركاء آخرين ربما تخلقهم أو تفرضهم أو تعمل على إنضاجهم وهذا مشكلة كبرى على فكرة شريك على قياس إسرائيل وعلي الصوت حتى نستعد له تماما بالتالي إما التغييب أو الإنضاج أو خلق قيادات بديلة إلى آخرين إسرائيل لم تعد بحاجة إلى هذا النفس الوطني لم تعد بحاجة إلى هذا الشريك من هذا النوع على الإطلاق إسرائيل لم تعد بحاجة إلى شراك على فكرة إسرائيل بهذه العقلية المتطرفة المتوجسة الخائفة المرتعبة التي تعيش على الكراهية وبث الخوف حتى في جمهورهم على فكرة بالمناسبة أحد أسباب هذا التشغول على الضف الغربي وعلى السلطة وعلى الشعب الفلسطيني هو أنه عندهم في إسرائيل منقسمين على نفسهم من سنة كاملة مش عارفين يعملوا حكومة عندهم منفجار في الهويات خلافات شخصية خلافات حزبية خلافات ثقافية إثنية وبالتالي هذا مجتمع يفور ويمور بالخلافات ويريدون أن يخلقوا عدو داخلي وعدو خارجي دكتور ماذا بيد القيادة الفلسطينية اليوم؟ الكثير بيد ليس هناك شعب يعدم الخيارات والأدوات وإعادة التفكير وإعادة النظر في كل شيء عندها أول موقفها الرافض موقفها الذي يجعل من المنطقة كلها أن لا تهرول نحو الاستسلام ولا تطبيع هذا أولا موقف الحقيقي القائم على العدل والحق والبرجعيات الحقيقية هذا أولا وأيضا القانون الدولي بالمناسبة القانون الدولي معنا نحن في أي معركة قانونية أخلاقية سياسية نفوز على إسرائيل ولكن إسرائيل تفوز علينا بهذا الكم الكبير من الكراهية والأسلحة هذا هو هذا أولا ثانيا معها جمهورها وشعبها شعبها في فلسطين وفي الخارج عندنا 13 مليون فلسطيني هؤلاء في الحاضر وفي المستقبل هم وكود المطالبة وكود المطالبة من الحق وتأكيده أي أكثر من ذلك عندنا أحلاف وعندنا كل ذوي الضمائر الحية في الاتحاد الأوروبي في أمريكا في كل مكان هم معنا هم يؤمنوا بالقانون الدولي يؤمنوا بأنه يجب أن نحول العالم إلى شريعة غاب أو إلى غابة وأن هذه الموجات من الشعبوية والتعصب وبث الكراهية هذه كلها إلى زوال وبالتالي إحنا عندنا الكثير أكثر من ذلك وأكثر دقة إسرائيل يجب أن تعرف أنه بدون شريك أنا مضطر أن أقول هذا الكلام من فيه أو مش مؤمن فيه ولكن إسرائيل يجب أن تعرف أنه هي مضطرة إلى شريك لأنه إذا بدون شريك عمليا إسرائيل برغم كل ما تدعي من حكمه ستخطئ كثيرا ستخطئ كثيرا إذا اعتقدت أن الفلسطيني يعيش فقط إذا عمل له مول وعمل له بطاقة بوغنطة وعمل له تصريح تنتهي الأمور الفلسطيني بده حريته الحرية هي أعلى قيمة في الدنيا في الكون وبالتالي لا يمكن التخلي عنها عليهم أن يعرفوا أنه نعم دكتور حملات الاعتقالات الإسرائيلية واضحة أنها ورقة ضغط وليس فقط كذلك وإنما ستستمر في الضفة الغربية وتستهدف الكثيرين العشرات ربما أكثر لا نعلم في المستقبل القريب ماذا سيكون ولكن دائما السيد الرئيس يشدد في خطاباته على ضرورة حماية المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني لقيادات الشعب الفلسطيني لقضية الشعب الفلسطيني كيف من الممكن أن يتحقق في المستقبل القريب موضوع الحماية الدولية لنا قبل ذلك أمير أنت قلت عن الاعتقالات من سنة 67 لليوم إسرائيل اعتقلت تقريبا مليون فلسطيني مليون فلسطيني لم تحل القضية الفلسطينية لم ينتهي الشعب الفلسطيني لم تتخلص إسرائيل من أزماتها والآن بعد 72 سنة من إقابة إسرائيل إسرائيل ما زالت مجتمع قلق ومجتمع غير مستقر لم تحصل ولا على أي شيء مما قالوا الأباء المؤسسين لإسرائيل أو الأباء المؤسسين للصهيونية بسبب بسيط أن إسرائيل تريد كل شيء تريد كل شيء الأرض والسلام والتطميع والأمن وكله ولكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك وبالتالي هذه الموجة من الاعتقالات أيضا لن تؤدي لنتائج على الإطلاق هذا أولا ثانيا من ناحية الحماية الدولية إسرائيل وأمريكا الآن يمينان متطرفان مشيحيان متدينان متطرفان يديران عملية استعمار لاهوتي أو لاهوتي استعماري وبالتالي هم يضربان بعض الخائط بكل القانون الدولي منذ أن جاء ترامب إلى البيت الأمريض حتى اللحظة ترامب يضع قوانين جديدة للعالم كله وهي تقائم على التنمر والبلطجة والابتزاز واستخدام الكوة والتلويح بالكوة وبالتالي لهذا السبب هناك كثير من الأطراف الدولية ضد سياسات الإدارة الحالية الأمريكية والإسرائيلية لأنه كما قلت يفتحان عصر جديد للعالم لا يقوم على القانون الدولي عصر جديد ومصطلحات جديدة نحن نتناولها في الإعلام كل يوم من خلال كل التصريحات التي تصدر عنها هذين الزعيمين دونالد ترامب رئيس الأمريكي وبن يمين تنياهو رئيس حكومة إسرائيل شكرا جزيلا لك دكتور أحمد رفيق عوض المختص بالشأن الإسرائيلي كنت معنا بيبث مباشر من مدينة رام الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة